يعني فريق كبير حتى يعني مش عراقي بيسمع بالقوة الجوية زوراء الطلبة كان رشيد يعني والشرطة شو مشكلة القوة الجوية دكتور أصور مشكلة مشكلة إدارية بحثة يعني ليش عم تتخير لإدارة هي المشكلة خليه شي ناخذها من أومر هم القوة الجوية فريق عسكري نعم يعني القوة الجوية هم قوة جوية نعم صح لو لا بنفس الوقت أكو مديرية بوزارة الشباب مديرية الأندية وبنفس الوقت أكو باللوجينة الأولمبية مكتب الأندية طيب زين إذا لم تريد تسوي هيئة عامة يعني مين نجيب الهيئة عامة إدارة نادي انتخابات إدارة نادي زائد أن العسكريين الموجودين أصلا هم بالنادي هي هاي المشكلة الكبيرة يعني العسكريين الموجودين بالنادي ومو يتبع لقطع عسكرية اللي هي قوة الجوية طبعا مهم يحطوا لهذا ولا لا لا لأنهم يقدون لأن الآن صارت الأندية على أساس مو شرطا لبس العسكريين بالقوة الجوية يجون أعضاه إدارية حتى يكون ما في جمعية عموية هذا فريق عسكري يا دكتور إي لا هم الآن اختلفت تماما حتى الشرطة حتى الشرطة نفس الحالة قوة الجوية معنوا فلوس صح؟ عدنوا فلوس أكثر فريق عده فلوس أكثر فريق؟ تقريبا شرطة نفط اي لا نحن نتكلم مينا لا لا القوة الجوية عدنوا مكانية كبيرة جدا حقيقي بالإضافة إلى طبعا الأندية البقية لكن هم عدنوا مكانية كبيرة جدا لأنه حسين طيب يريدني أن وزارة دفاع ما بقى تصرف الفلوس لأنه هيئات مؤقتة اي لأنه هيئة مؤقتة لأنه لو صير هيئة إدارية صحيحة هيئة هيئة كام هيئة المشكلة بيناتهم يعني يكون مشاكل مجموعات يعني هي مجموعات كبيرة جدا ومجموعات متنفذة وبالتالي من الصعوبة جدا توحدة هم مين؟ ما أعرف هم مين مين ما يعرف؟ عدغيثر يعرف؟ تعرف عدغيثر عبو سلطان تعرف أنت شكله وما يعرف ما يريده؟ ما يريده يحكي الدكتور لا مو ما أقدر أحكي لكن كثيرين هم قول إذا تسمح لي أنا استنتجت من كلام المدرب قحطان والله يوم قلتوا قحطان فز قلبي ذكرت مالية قحطان لأسبوع ما سمعت صوتها المشكلة إدارية المشكلة إدارية بحتها وليست فنية وليست فنية نحن بشو وهو بشو خلقوا لك خلقوا لك صلى الله محمد لا إله إلا الله والله يا أبي أنا ذكرتها ذكرتها الشي بالشي يذكر ذكرتها مارية قحطان عزيزة ولك هي أصلا بنت هذا الرجل مارية قحطان كمل أنا أقول لك كمل كمل يا مسلم كمل طيب عشر وقت أبو كرم المشكلة إدارية وأنا عشت المرحلة هذه لما يكون في إدارات يعني متنافسة وتغادر إدارة تحصل أنها أثرها السلبي في اتصالات من تحت تحاول أنها ما تميز الإدارة ليش تميز نادي الهلال السعودي شف أنا نصراوي وأقول نادي الهلال السعودي النادي الوحيد اللي الإدارة إذا مشت حتى لو المهم أرضين عليها من قبل الجماهير لا يمكن أن تتدخل في عمل الإدارة الثانية ولا يمكن يكون لاتصالات باللاعبين عشان كده نجح النادي مشكلة الأندي أبو كرم هو الإدارات كل إدارة لا تريد أن يأتي بعدها ويتميز بالنسبة للمالي أبو كرم هذه زي بنتي فأنا ذكرتها بس يوم ذكرت اسم قحطان ذكرت اسمها يعني It's not big deal مثل تاجي الإمبراطي الهلال والفاحة والله أبو سلطان روعة حقيقة يعني مننا ومننا يعني أكوف تشيب الاتصال أكوف صحيح حبك يعني يعرف شون يوصل الكلمات ولا يهمك ولا يهمك أبو سلطان شهادة على رأس يا دكتور